اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد لسه الاخبار ولسه التفاصيل والكواليس معانا نهاردة في برنامج الترينج هعيز انتقل كده لموضوع مش هخش في تفاصيل كتيرة لان لسه عندنا بالتأكيد الفقرة التحكمية اللي انتم متعودين تسمعوها وتشوفوها كل يوم خميس من خلال فقرة الفار اللي بتبقى كاشفة لكواليس عديدة في ملف التحكيم ولكن الاسبوع ده انا متعمد ما اتكلمش كتير في تفاصيل التحكيم لغاية لما تيجي فقرة الفار يوم الخميس حصلت كده مستجدات سريعة ما ينفعش كنا نستنى اليوم الخميس لان بصراحة يعني الاجتماع الفني اللي عقضته لجنة الحكام برئاسة الكابتن ياسر عبد الرؤوف وفي وود المحاضر الدولي الكابتن تامر رادوري شهد مناقشات مهمة جدا والمناقشات في حد ذاتها مهمة وتفاصيلها اهم والقراراتها فيما بعد هتكون اهم واهم ليه؟ لأن ده عكس ايجابا على شكل المباريات والمنافسات في الفترة اللي جاي يمكن الزملاء في القاهرة 24 انفرضوا بنص المحادسة او بنص التفاصيل الاجتماع الفني اللي عقد في معسكر الحكام ما بين اللجنة والحكام اللي شاركوا في مباراة الاسبوع اللي الثاني في الدور العام وتحديدا مبارتي الاهل وزد ومباراة الزمالك واسموح ويمكن الاجتماع الفني لللجنة كان بيتناقش في موضوع الالعاب الجدلية واللي حصل فيها تعليقات كثيرة وعديدة في موضوع التحكيم ويمكن كمان اللجنة سمعت لكل الحكام واللجنة قدت المساحة ان كل الحكام اللي موجودين في الفوج الاول في المعسكر يقولوا رأيهم في لعبة الاهل وزد وفي نفس الوقت كمان اللجنة قدت رأيها وسمعت تعليق الكابتن محمود البن نفس الامر في لعبة مباراة الزمالك واسموحة واللي يمكن ما كانش متواجد في المعسكر الكابتن عمر الشناوي حكم الفار اللي كان موجود في مباراة سموحة والزمالك يمكن حسب معلوماتي بيأدي مناسك العمرة ربنا تقبل منه يا رب بإذن الله ويعدنا كلنا يا رب بزيارة مسجد البيت اللي الحرام والمكة المقرمة وزيارة المسجد الرسول في المدينة المنورة يا رب بإذن الله ولكن زي ما قلت لحضراتكم اتناقشوا وكل التفاصيل دي في الاجتماع الفني لو هيكون معانا على الشاشة اللي سكنين شرط طبعا المتعلق بالمحادسة أو الكلام اللي اتناقش بالأمس في الاجتماع الفني طيب في البداية القاهرة 24 يكشف كواليس مناقشة لعبة مباراة الأهل وزد في الاجتماع الفني للجنة الحكام والكابتن ياسر عبد الرقوف بيقول ليه الكابتن طبعا الصورة بس بعيدة عنه شوية بيقول له ليه ما تدخلتش واستدعيت حكم يشوف اللعبة هنا بيوجه كلامه للكابتن محمود البنة ليه ما تدخلتش واستدعيت الحكم يشوف اللعبة زي كل الزوايا لانه طبعا هو كان بعيد يعني كابتن محمود ناجي كان بعيد طيب رد عليه كابتن محمود البنة قال له انا مش مقتنع انها راك للجزاء ومش مقتنع بالآراء اللي تقالت لان اللجنة قالت رأيها في اللعبة وقالت للكابتن محمود البنة كان يجب عليك ان تستدعي حكم الكابتن محمود ناجي ان يشوف اللعبة فطبعا رد الكابتن محمود البنة قال له انا مش مقتنع انها راك للجزاء ومش مقتنع بالآراء اللي تقالت يعني واضح ان اللجنة قالت رأي عكس قرار الكابتن البنة بس رد علوم قال له انا مش مقتنع بالآراء اللي تقالت فرد الكابتن ياسر قال لهم او قال للكابتن البنة تحديدا قناعتك خليها لنفسك الملعب في قانون يطبق واجمعت اللجنة في الاجتماع الفني على حقية زد في راكلة الجزاء دي النقطة الأولى المتعلقة بمطش زد والأهل ورقلة الجزاء ورغم كل الأراء التي تقالت من خبراء التحكيم في مصر ولكن خبراء التحكيم في أوروبا والخبير التحكيمي العربي السوري كابتن جمال الشريف كلهم طلعوا قالوا أن هي مش رقلة جزاء ولكن بغض النظر من اللعبة وتفاصيلها النقاش والحوار ما بين رئيس اللجنة وأحد الحكام الدوليين اللي المفروض ليه بقى طويل جدا في مباراة الدوري والنقاش ما بينهم في الاجتماع الفني بهذا الشكل أنا مش مقتنع فاترد عليه دي قناعاتك خليها النفسك احنا بنطبق القانون فيبدو أن الفترة اللي جاية هيكون فيه نقاش مهم جدا وكبير على مستوى فني كبير ما بين اللجنة مع الحكام اللي بتدير مباراة على فكرة بنفس الأمر في لعبة الزمانك وسموح حسب المعلومات اللي عندي وده اللي أكدته قبل كده كذا مرة كابتن عمر الشناوي لا رسم خطوط الفار ولا قال للحكم أنا طلعت الخطوط واللعبة فيها هدف أو تسلل لا ده قال للمخرج كمان ما فيش خطوط حسب معلوماتي أن اللجنة مستاقة جدا من اللي حصل وسمعت وشافت اللي حصل في عربية الفار وتأكدوا أن الخطوط لم تكن معطلة التقنية ما كانش فيها مشكلة والخطأ كان عند كابتن عمر الشناوي هو اللي ما قامش بدوره وما قامش بشغله ولم يرسم الخطوط ولم يقم بدوره وتنفيذ للبروتوكول في سيارة الفار وعلى هذا الأساس اللجنة شايفة أن اللعبة دي من خلال رسوم أو رسمة خط الفار أن اللعبة دي تسلل وليس هدف وبالتالي هنا حدث خطأ مش أقول خطأ يعني فني بسيط لا ده خطأ كارثي اللي أنت تخالف البروتوكول وما ترسمش الخطوط وتسهلها كده من نفسك وتقول لك لا أستبراعني المجرد أنا شايفة هدف وبالتالي الخطأ الكارثي دي حسب معلوماتي هيكون فيه قرار فترة اللي جاية باستبعاد الكابتن عمر الشناوي عن إدارة أو التواجد فيه سيارة الفار وعربية الفار فيه مباراة الدوي ونفس الأمر هيكون على بعض الحكام اللي أخطأوا فيه التحليل الفني في الإسبوع التاني للدوري العام نفس الأمر والأمر التالت أن كل الحكام اللي بتتعين على تقنية الفار ولم توفق مش عاوز اللي رصبت يعني ولم توفق في الاختبار البدني اللي عقد في بداية هذا الإسبوع في جهاز الرياضة العسكري حسب معلوماتي أن لجنة الحكام لن تسند لهم أي مباريات في الفترة القادمة لحين اجتيازهم على الاختبار البدن الناس تقول لي ما هو الفار متطلباته غير إدارة المباراة في الملعب لأن ده حاجة وده حاجة مش مختلف معاك آه دي ليحة ورولز معروفة ولكن في قاعدة أهم من كل ده إنك عشان تتواجد في تقنية الفار لازم تكون بتصفر في الملعب ودي شروط الفيفا عشان أديك الشارع الدولية للفار لازم الأول تصفر في الملعب لمدة سنتين في الليفل الأعلى المسابقات الأعلى وبالتالي ما ينفعش ومش لوجه خالص إن يجي حكم صغير في السن عنده 29 ولا 30 سنة يسقط في الاختبار البدني مرة واثنين أو يسقط مرة ويعتذر عن التانية هديله زي مطشاط وهو أساسا مش قادر يجري وبالتالي مش هيصفر فطبيعي مش هحطه على تقنية الفار هو مش عنده 47 سنة مش محتاج يجري أو مش لازم يجري أو مش محتاج يصفر في الملعب فهو بخبراته خليه في الفار ده ممكن ينطبق على مدر أمر الدولة على محمد الصباحي على محمود عشور على الأسماء اللي ممكن تكون عدة السن اللي هو 45-46-47 سنة لكن لما يكون حكم 29-30 سنة ما ينجحش في الاختبار البدني وكفه وحطه على تقنية الفار ده اسمه تهريك فاللجنة يبدو أنها عايزة تحط القواعد اللي احنا كنا بنأكد عليها ودي القواعد اللي فيها عدالة ما بين الحكام نتمنى التفاصيل دي كلها نشوف بها نتائج إيجابية في المباريات في الفترة اللي جاية الأخطاء هتفضل موجودة ولكن كل ما يكون الخطأ البشري قليل ومش مؤثر أكيد هنساند اللجنة ونشد على قديهم في الفترة اللي جاية لما نشوف إيه اللي هيحصل مع انتخاب مجلس إدارة جديدة برئاسة المهندس هاني يا بوريدا في حال اعتماد القيمة بنسبة 25% في الكونجرس المقبل يوم 10 ديسمبر